أنا عارفة أن حضرتك كمان كاتبة في مجال لأدب الطفل فعايز أعرف بقى تأثرت إزاي بالوالد رحمة الله عليه وهو نقضه وقرأته للي كنت بتكتبيه كان بيشوفها إزاي هو بابا يمكن كان دايماً بيعلمني أنه استخدمي اللغة السهلة للطفل فكلنا عملنا أنا وهو وأخويا هو أخويا طبيب أسنان ومش عايش في مصر لكن بيكتب إحنا التلاتة عملنا درسنا المعجم وطلعنا كل الكلام اللي إحنا بنتكلمه على أنه هو عمي وهو لغة عربية فصحة فبقينا نكتب من خلال الكلمات دي درستك أسنان إيه دكتور زي مثلاً كلمة شباك إحنا بنقول إنها مش لغة عربية فصحة يا لغة عربية فصحة جرى يجري كل دي اللغة عربية فصحة إحنا بنقولها في العمية ومتخيلين إنها مش لغة عربية فإحنا ما بقيناش نستخدم يعدو لأ بقينا نستخدم يجري ليه؟ لأنها متدولة وأسهل مش هيبقى بقى الطفل بيعمل حاجتين إنه بيقرأ ويحاول يفهم معاني الكلمات لأ إحنا بنتفادى إن إحنا نخلي الطفل يدور على معاني الكلمات الطفل لو عمل ده بيسيب الكتاب طبعاً جينات الإبداع أكيد موجودة في البيت بيت يعقوب الشروني أكيد يبقى فيه مبدعين داخل هذا البيت عايزين نتكلم بقى على الجانب الإنساني الجانب الذي لا يعرفه الكثيرون عن يعقوب الشروني بالمناسبة إلى جانب المناصب الكثيرة التي تقلدها كمدير للمركز القومي لثقافة الطفل مستشار لوزيرة الثقافة للطفل كمان مشرف على صفحة الأهرام للطفل أكثر من ربع قرن يعني كلمة يعقوب الشروني 32 سنة 30 سنة من 81 ل2008 اسم يعقوب الشروني على صفحة الأطفال في جارة الأهرام إلى جانب كل هذا العمل الأدبي كان لي حضور إبداع إنساني كمان الناس ما عارفوش أنه كان قاضي آه بابا كان قاضي كان مستشار وكان يعني وصل لدرجة رئيس محكمة فده فاده حتى فيه كتاباته يعني فيه قصص قلت له ما يكتبهاش غير محامي أو قاضي ما ينفعش يكتبها عشان يعالج الدرر لازم يبقى عارف يبقى قاضي يعني عارف القضايا والدنيا بتحصل إزاي يعني لأنه قلت له أنا مثلا مش هقدر أكتبها لأنه أنا مليش في القضاء لكن هو يقدر يكتبها يعني كتب كذا قصة متعلقة أوي أوي بالقضاء يعني تأيب